تتواصل فعاليات المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة والمنعقد بشرب الشيخ والذي يتم تنظيمه بدعم من بنك التنمية الإفريقي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة برعاية العديد من الشركات العالمية والمحلية يهدف المنتدى إلى الدفع بقضايا تحول الطاقة في إفريقيا إلى مصادر الطاقة النظيفة وذلك تماشيا مع قرارات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب 28 اهتمام كبير توليه مصر للقضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية والعمل بشكل كبير من أجل دعم الشعوب الأفريقية في تحقيق الاستفادة القصوى من مواردهم بشكل يحقق الخير والنماء لدول القارة النهاردة في حضور كبير جدا أكثر من 150 من المهتمين بالكهرباء وإنتاج الكهرباء وزراء شركات قطاعات حكومية قطاع خاص موجود فرصة سنحة جدا للقطاع القصوى المصري للتواجد في مشروعات إنتاج الطاقة في القارة الكهربائية سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة البديرة والمتجددة استعراض أوراق كتير جلسات كتير في الحقيقة يمكن حجم المعلومات وحجم المطلوب في القارة الأفريقية كل متوفر أعتقد أن الحديث عن الاتصاد الأفريقي والاستثمار الأفريقي في قطاع الطاقة هو حديث الساعة هو الجهد الذي قدمته مصر في عشر سنوات ربما ينعكس بشكل مباشر على طلبات الجانب الأفريقية ويعد قطاع الطاقة واحدا من أهم القطاعات الضرورية لما يلعبه من دور مهم في مسيرة التنمية للدول كافة وهو ما تؤكد عليه مصر من خلال استضافة فعاليات المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة والذي يتم تنظيمه من خلال جمعية مرافق الطاقة الأفريقية بدعم من بنك التنمية الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وبالتعاون مع وزارة الكهرباء وبرعاية العديد من الشركات العالمية والمحلية المؤتمر تم تنظيمه بصورة جيدة وجميع المرشاكين أثنوا على حصن الاستضافة وحصن التنظيم من المؤتمر وتم فيه منقاشات إزاي يتم استفادة جميع الشعوب الأفريقية من الطاقة الأفريقية عن طريق تبادل الطاقة بالانجرور الأفريقية حتى يتمتع جميع الأفريقى بوصول القرباء إليهم المنتدى يهدف إلى الدفع بقضايا تحول الطاقة في أفريقيا إلى مصادر الطاقة النظيفة تماشيا مع قرارات مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ الأخير كوب 28 والعمل على إعادة التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الاستراتيجية لكل أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الطاقة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعد القارة الإفريقية أكثر القارات تأثرا وضررا بشدة بسبب أثار تغير المناخ رغم أنها لا تساهم إلا بجزء ضئيل للغاية من الانبعاثات العالمية ويشكل تغير المناخ تهديدا خاصا لاستمرار النمو الاقتصادي وسبل كسب العيش للسكان الضعفاء وهو الأمر الذي يجعل من هذا المنتدى محورا أساسيا لإنشاء منصات تواصل بين وزراء الطاقة الأفارقة والمسؤولين المعنيين بقضايا الطاقة